موسيقى تعرض قطاع السياحة العالمي لأزمةٍ كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها الأشد قسوة خلال العشرين عاماً الماضية وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد تقريراً أشار فيه إلى ثلاثة سيناريوهات قد تطول الاقتصادات العالمية نتيجة تأثر السياحة بانتشار فيروس كورونا السيناريو الأول سيناريو متفائل وقد يكبد الاقتصاد العالمي تريليوناً ومائتي مليار دولار حال استمر الركود لفترة أربعة أشهر أخرى السيناريو الثاني متوسط وحال استمرار الركود ثمانية أشهر قد يتكبد العالم تريليونين ومائتي مليار دولار أما السيناريو الثالث والأخير وهو السيناريو الحاد حال استمرار الركود لاثنى عشر شهراً فسيتكبد العالم حينها خسارة تقدر بثلاثة تريليونات وثلاثمائة مليار دولار من الاقتصاد العالمي وبحسب أونكتا تأثر الناتج المحلي للدول التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر بشكل كبير فمثلاً جاءت جامايكا في المركز الأول على القائمة كسوق السياحة الأكثر تأثراً بفيروس كورونا مع انخفاض بالناتج المحلي الإجمالي بلغ أحد عشر بالمئة كذلك المغرب ومصر من المنطقة العربية التي تعتمدان على القطاع السياحي لتشغيل الاقتصاد إذ ستخسر المغرب خمسة بالمئة من نتيجها المحلي وستخسر مصر ثلاثة بالمئة من نتيجها المحلي أونكتاد ذكرت أن القطاع عالمياً سيخسر ما بين ثمانمائة وخمسين مليوناً إلى مليار ومئة مليون سائح إضافة لفقدان نحو مائة وعشرين مليون وظيفة خلال 2020 وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن تزيد نسبة التراجع التراكمية للعام الحالي 2020 لتصل إلى ما بين ستين وثمانين بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2019 وهناك انخفاض يقدر بنحو تريليونين وسبعمائة مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة إذن يعيش القطاع السياحي العالمي أزمة هي الأشد في عشرين عاماً مضت فكيف سيكون موسم السياحة فيما تبقى من هذا العام؟ وكيف سيعوض القطاع خسائره المتنامية؟ هذه الأسئلة وغيرها نتناولها في هذه الحلقة من فاتورة الفيروس مع ضيفينا من القاهرة السيد حازم صالح المرشد السياحي ومن تونس العاصمة دكتور رضا الشاكندلي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أرحب بكم ضيفينا وأبدأ من دكتور رضا في تونس العاصمة وأسمح لي أولاً أن نتحدث عن خسائر القطاع عالمياً ثم بعد ذلك في جزء آخر من الحلقة نتحدث عن الاقتصاد التونسي والاقتصاد المصري بصفة خاصة إذا تحدثنا دكتور رضا عن خسائر القطاع السياحة عالمياً كيف تقدر وتقيم هذه الخسائر في ضوء تقارير المنظمات الدولية؟ نعم هذه الخسائر مرتبطة بحجم التخوفات نسبة للسياح في العالم وعزوفهم على التنقل من بلد إلى آخر خوفاً من العدوة وكذلك إجراءات الدول التي تستقبل السياحة والتي أغلقت للحدود ومنعت دخول السياح إلى بلدانها هذه الإجراءات هي التي انعكست سلباً على تطور السياحة في العالم وفي الحقيقة حتى الأزمة الكورونا وإنعكستها على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية على مستوى المقدرة الشرائية على مستوى الدخل المواطنين في العالم هي التي أسهمت كذلك في عدم القدرة على تنظية بعض الأيام في بلد آخر هذا مرتبط بالدخل عندما يتضرر دخل الفرد وهو ينعكس كذلك على الطلب وعلى الاستهلاك واستهلاكه من الرفاه والسياحة يعني هذين العاملين هم الذين أثروا على تراجع السياحة في العالم بهذه الأرقام المذكورة نعم طيب يعني سيد صالح التقرير منظمة الأمم المتحدة الأونكتاد تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة تتدرج ما بين التفاؤل إلى حد التشاؤم أي هذه السيناريوهات تتوقع أن يحدث في المرحلة المقبلة فيما تبقى من العام الستة أشهر المقبلة سيد حازم هل تسمعوني؟ أيها نعم أسألك عن السيناريوهات التي توقعها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن بقية العام بالنسبة للسياحة التي تتدرج من أقصى درجات التفاؤل أربعة أشهر إلى 12 شهرا مقبلة أي هذه السيناريوهات أقرب إلى الحدوث؟ بسم الله الرحمن الرحيم إحنا نقول حاجة بسيطة جدا يعني ما نحاولش أن هذا شيء نقول السياحة تمرد ولا تموت السيناريات الأمم المتحدة بتتعاملها أو أي منظمة الصحة العالمية ده حاجة كويسة جدا بس إحنا عندنا نوعات حاجة مهمة إن إحنا عندنا تفاول تفاول إن الناس حقيقة تاني والسياحة تفتح تاني بس نكون عندنا رجاءات احترازية دي أول حاجة وقائية والناس تهتم شوية بحكاية الكمامة وحكاية إننا نهتم بالصحة وتنقية الهواء اللي إحنا فيه نمشي بالكمامة وبقدم كانت ننقي كل من حوالينا باليود مثلا أو بالأي حاجة لإن كل الحاجات دي بتأسر أنا أنا بقول السياحة بتموت لا بتمزد وقالها تموت السياحة إن شاء الله عايدة وبإذن الله أنا متفائل جدا في الأيام القادمة لأن الحكومة عملت لعليها من رئيس الوزراء لوزير السياحة لأقل واحد في الدولة عمل عليه بإذن الله من الإجارات التقارية وهو حاجة دي بتبشر بالخير وإن كنا متفائلين اللي جاي أحسن بإذن الله لأننا عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة ونقول أهم حاجة عندنا إننا هنأخذ بالنا من نفسينا وإننا أعتمد بادئ زي بتأعادل السياحة الداخلية السياحة الداخلية حلو جدا بس يبقى فيه عندنا نظام وفيه عندنا ترتيب ما بقاش فيه عندنا تدافع مثلا في الهرم أو في المتحف وكلا فيه بين كل فرد وفرد فيه متر أو اتنين متر دي إقراءات احترازية وقدر الإمكاني أن نحافظ على الشيء الأسر اللي عندنا لأن ده حاجة مهمة بالنسبة لنا جدا طيب اسمح لي سيد حازم نعود مرة أخرى إلى دكتور رضا الشكندالي في تونس العاصمة دكتور رضا إذا أخذنا في الاعتبار الدول العربية وكثير منها بطبيعة الحال تحتل السياحة فيها جزءا كبيرا من الاقتصاد القومي ما مدى تأثر الدول العربية بأزمة كورونا فيما يتعلق بقطاع السياحة بصفة خاصة تقريبا جل الدول العربية تعتمد على السياحة كقطاع استراتيجي والقطاع السياحة يمثل جزءا مهما في تركيبة الاقتصاد في الدول العربية وأعتقد أن الدول العربية تأثرت بصورة كبيرة وكبير جديد جدا كما بيانه التقرير الأخير لصندوق نقد العربي يعني قطاع السياحة هو لا يتأثر لوحده وبينما يؤثر كذلك على القطاعات المرتبطة به وهذا القطاع هو قطاع هش يعني مرتبط بالظرف الاقتصادي العالمي وليس بما يعني تطبقه الحكومات العربية من سياسات على مستوى السياحة خاصة في هذه الأزمة وليست هذه المرة الأولى التي تأثر قطاع السياحة في الدول العربية تعثر كذلك في الأزمة المالية العالمية وتأثر كذلك في بعض الفترات التي يعني ضرب الإرهاب في بعض الدول العربية وأعتقد أن هذا القطاع هو قطاع مهم جدا بالنسبة للدول العربية ولابد من اخذ الاحتياطات أو ربما لابد من تغيير السياسات خاصة عندما يتعلق بالتركيز خاصة على منتوج وحيد على مستوى السياحة في الدول العربية ولابد من تنويع المنتوج السياحي في الدول العربية كي لا يتأثر كليا بالأزمات الاقتصادية الدولية نعم هذه النقطة تحديدا دكتور رضا اسمح لي أن أتوجه بها إلى سيد حازم صالح سيد حازم فكرة تنويع المنتج السياحي ربما يراها البعض كما تفضل دكتور رضا بأنها أحد الأبواب التي يمكن أن يعالج بها قطاع السياحة أو يعوض بها خسائره الماضية جراء كورونا كيف تنظر إلى هذه الفكرة وما البدائل الأخرى التي يستطيع أن يعوض بها قطاع السياحة خسائره الماضية والله نقول حاجة مهمة جدا إن السياحة عندنا مش سياحة أصار بس فيها عندنا سياحة صحية وفيه سياحة بيئية وفيه سياحة ثقافية فالحمد لله ممكن تنوع عندنا في كل أنواع السياحة سواء الاستشفائية أو العلاجية أو كده ومصر الحمد لله أكتر دولة في العالم فيها تنوع في السياحة مش سياحة ثقافية بس لا دي فيه سياحة بيئية وفيه سياحة ثقافية وفيه كل حاجة موجودة فيها فبرضو نخلي المجال برضو للحاجة التانية اللي هي الأهم حاجة نبدأ الأول إن شاء الله بالسياحة الداخلية وبعد كده مع الوقت إن شاء الله حيجع السياح تاني حيجع بإذن الله مع الجراءات الاحترازية نعم وبرضو ناخد بالنا من نفسينا ودي أهم حاجة في مجال السياحة نعم بمناسبة الحديث عن الإجراءات الاحترازية قطاع السياحة بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدول من غلق حدود وتحويل بعض الفنادق والمنتجعات لحجر صحي فيما تتوقع المنظمة العالمية للسياحة تراجع أعداد السياح ما بين ستين إلى ثمانين بالمئة خلال العام الجاري نتابع التقرير التاني قطاع السياحة من أكبر ضحايا فيروس كورونا حيث تأثر القطاع بسبب غلق معظم دول العالم حدودها مع جيرانها للسيطرة على تفشي المرض وتعد السياحة في بعض الدول عماد اقتصادها المحلي مثل تونس التي تعاني الآن من تقلص مداخلها القومية بعد تراجع قطاع السياحة خاصة أن البلاد واجهت العام الماضي تراجعا قويا في اقتصادها وكشفت بيانات اقتصادية تونسية تراجع قطاع السياحة بنسبة 47% في النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بسبب كورونا وأشرت أرقام البنك المركزي التونسي إلى أن عائدات القطاع السياحي وصلت إلى ما يقرب من 695 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام وتوقعت المنظمة العالمية للسياحة تراجع عدد السياح في العالم بما يتراوح بين 60 و80% في عام 2020 المدن التونسية التي كانت مقتذة بالسياح الأجانب حيث زارها قرابة 9 ملايين ونصف مليون سائح في عام 2019 أصبحت أشبه بمدن أشباح لهذا قامت تونس بالعمل على إعادة الروح إلى القطاع المنكوب عبر حملات دعائية مكثفة في الخارج وأعلنت تونس فتح الحدود أمام المواطنين المقيمين في الخارج والسياح في 27 من يونيو الماضي بعدما استطاعت البلاد أن تسيطر على الوباء لكنها ما زالت تفرد إجراءات وقائية من المرض ولم تستقطب حتى الآن وفوداً سياحية من الخارج وعودة لضيفين من القائرة سيد حزم صالح المرشد السياحي ومن تونس دكتور رضا الشاكندلي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية دكتور رضا يعني لعلك استمعت إلى ما جاء في هذا التقرير والخاص بالحالة التونسية طبعاً السياحة في تونس تعاني أصلاً يعني جراء الظروف السياسية الموجودة بالبلاد قبل كورونا ما الذي فعلته كورونا إضافة إلى هذه المعاناة بالنسبة لقطاع السياحة التونسية وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق نعم هو في البداية يعني هناك مروحة أو معادلة بين صحة الإنسان وقوت الإنسان وذهبت الحكومة التونسية في البداية في سياسة التوقي وفضلت صحة الإنسان على القوت ولكن كما تعلمون تراجعت نسبة النمو الاقتصادي إلى حدود إلا 6% وتأثر المواطن التونسي وفقد شغله وتوقفت المؤسسة الاقتصادية وبالتالي يعني أرجحت الحكومة التونسية في مرحلة ثانية كفت قوت الإنسان على صحة الإنسان وفتحت الحدود في 27 يونيو وصنفت البلدان إلى بلدان خضراء وبردقالية وحمراء وسمحت للبلدان المصنفة الخضراء كفرنسا وغيرها من القدوم إلى تونس بدون فحوصات وهذا من شأنه أن ينشط قطاع السياحة ولكن إلى الآن لم نشهد تجاوبا جيدا على مستوى السياحة خاصة وأن الحجوزات تقع في بداية أبريل وأننا حاليا في شهر جويليا وبالتالي شيء متأخر أن يقع الاستجابة إلى هذه الإجراءات المفتوحة بالنسبة للحكومة التونسية خاصة وأن الأزمة هي أزمة عالمية ضربت كل الدول وبالتالي مست الدخل المواطن الأوروبي الذي يعتاد أن يقضي أيامه السياحية في تونس وبالتالي فهو يتأثر بهذا وكذلك هناك خوف من العدوى بالرغم من أن هناك نجاحات في تونس على مستوى الخطاع الصحي وشهدنا فطرة كبيرة من صفر حالة إصابات ولكن أعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا هي التي كان الهينكاس سيء على مستوى قدوم السياح إلى تونس نعم طيب إذا كان هذا هو الوضع في تونس فإن الوضع في مصر ربما كان يختلف قليلا مصر كانت بدأت فيها السياحة تتعافى بعد التعويم في نهاية 2016 وبدأت تعود أعداد السياح أو عائدات السياحة مرة أخرى إلى تقترب مما كانت عليه قبل عام 2011 لكن سرعان ما جاءت كورونا في عز الموسم السياحي لتضربه في مقتل كما يقولون سيد حازم يعني كيف يمكن أن يتعافى قطاع السياحة في مصر من جراء هذه الأزمة ولماذا لم تقدم تسهيلات حتى الآن للسياحة الداخلية كما تفضلت أنت قبل قليل لتشجيعها أولا ومن ثم تشجيع السياحة الخارجية فيما بعد والله أنا أهتم بحاجة مميزة جدا أن السياحة لازم تكون سياحة متنوعة تنوع السياحة تبقى سياحة شاطئية سياحة بيئية سياحة محميات طبيعية سياحة ثقافية كل الحاجات دي عندنا ربنا حماها بمصر وإن شاء الله كل اللي جاي يكون أفضل إن شاء الله بإذن الله ومع بعض الإجارات الاحترازية والحكومة الحمد لله عملت الإجارات من شرم الشيخ للغداءة للطابة لكل مناطق السياحية بدأنا الحمد لله من مناطق الشاطئية وبعد كده وحنبدأ بعد كده المناطق المحميات طبيعية زي عندنا سينة وعندنا الصحرى الغربية اللي موجود فيها الصحرى البيضة والصحرى السوداء والجبال الكريستال والعجابات كل الحاجات دي موجودة عندنا في مصر مش موجود في أي دولة في العالم الناس بيجوا بنبهروا من كل العالم بالسياحة البيئية والمحميات الطبيعية فأنا بركز عن حاجة أن الحكومة تتم بالسياحة البيئية والسياحة المحميات الطبيعية دول إن شاء الله حيكون بخير نجاح لنا بإذن الله لأن مصر الوحيدة في الدول العالمية كلها اللي هي ربنا حباها بالسياحة البيئية والمحميات الطبيعية وحاجة تانية أقول عليها الحمد لله مصر محروصة إن شاء الله في القرآن الكريم خمس مرات فبإذن الله الجاي بإذن الله أحسن وكون عندنا تفاعل مع إجراءات الاحترازية بتقوم بها الدولة طبعا الدولة مشكورة في كل إجراءات الاحترازية ونقول فعلا إحنا إن شاء الله قادم أفضل ومصر بخير ابقى معي سيد حازم وكذلك دكتور رضا ومع عودة حركة الطيران وإقلاع الرحلات الجوية على مدار اليوم إلى وجهات مختلفة وضعت العديد من الدول مجموعة نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر أولها ارتداء الكمامات حيث أصبح ارتداؤها إلزاميا من قبل كل شركات الطيران وفي الوجهات السياحية ثانيا التباعد الاجتماعي الذي يعد من أهم القواعد الواجب لالتزام بها أثناء السفر في ظل تفشي فيروس كورونا بتجنب الأنشطة والفعاليات المزدحمة التي قد تتحول إلى بؤر لانتشار الفيروس بدرجة كبيرة ثالثا استعمال المطاهرات حيث يلتزم المسافرون والسائحون باستخدام المعاقمات والمطاهرات والأدوات الشخصية دون مشاركة استخدامها مع آخرين رابعا عدب المغامرة بالسفر إلى الدول التي يتفش فيها الفيروس بأرقام كبيرة حتى لا يتعرض المسافرون والسائحون لخطر الإصابة بكورونا خامسا تجنب السفر أو الاختلاط بالآخرين إذا شعر السائح بأعراض المرض مع ضرورة عزل نفسه في الفندق المقيم به نعود مرة أخرى إلى ضيفين دكتور رضا الشكندالي وسيد حازم صالح دكتور رضا يعني هذه الإجراءات الاحترازية لا شك أنها ستشكل عبءا سواء على السائح أو على شركات الطيران أو على الفنادق والوجهات التي ستستقبله فمن يترى يمكن أن يتكبد هذه المعاناة هذه النفقات الإضافية وكيف يمكن أن يغامر السائح إذا كان سيغامر بحياته ثم يتكفل أو يتكلف أموالا أكثر نعم ربما هذه الإجراءات هي التي أدت إلى تراجع عدد السياح في العالم وهذا التخوف من تقضية بعض الوقت في الحجر الصحي أو ربما كذلك التخوف من العدوى من تفشي العدوى ربما هو الذي جعل من السياح يمكثون في بيوتهم ولا يتنقلون من بلدانهم ولكن في بعض البلدان الأخرى وقع تقريبا التراجع على هذه الإجراءات ومثلا في تونس لم يعد ضروريا بالنسبة للبلدان المصنفة في القائمة الخضراء اللجوء إلى التثبت على مستوى الإجراءات الصحية وليس هناك حجر صحي ولكن أعتقد وقلته في البداية أن الدخل يعني الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدخل المواطن التونسي لأن هناك عديد العاطلين في العالم هو الذي جعل من السياح لا يتنقلون خارج بلدانهم ربما هناك تكاليف إضافية لا يقدرون عليها علاوة حتى على مستوى السياحة الداخلية في تونس يعني الأزمة ضربت تعديد القطاعات وبالتالي أدت إلى عدد جديد من العاطلين ولا أعتقد أن المواطن التونسي يتوفر على داخل إضافي لتنضية بعض الوقت في نزل علاوة على التخوفات من العدوى القادمة من خارج الحدود أعتقد كل هذه العوامل أسهمت في هذا التراجع أشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا شكندلي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية كنت معنا من تونس العاصمة ونشكر كذلك السيد حازم صالح المرشد السياحي كنت معنا من استيديوهات الغد بوسط القاهرة بذلك مشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى ختم جولتنا اليوم في فاتورة الفيروس وفي الغد إن شاء الله يتجدد اللقاء مع فاتورة جديدة حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة